مرحبا شباب قبل كل شيء صلء عن نبي محمد أفضل صلى وهي بنابدا وقت اللاب انتهى ويفعل طلقة الكتاب الشيطان يسوثر الطابق عشر تالاف وينطلق الهجوم نحو عجمة ويتصدلها لي تختفيها عجمة ويقول المسيطر انتهذا كيف يكون ممكنا لكن ينظر اليه يقول لي شكل ما يتمنى انمر يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن الليون ادفع ثمن ما فعلت من ذو مئة الف عام ويطلق مجالا مجال الامبراطور قصر الامبراطور الشيطاني هذا صحيح مئة الف عام مضت لقد حطمت مجال معلمي بسولة ولكن هذه المرة مجال قصر الامبراطور الشيطاني سيكون مكان دفنك ونرى ينطلق اليقيدا لمسيطر سلاسل ونرى كيف اصبحت قويها كذا اللي اختفيه عن مسيطر البشري ونرى يعيس انتهى المسيطر تم القضاء عليه انتهى البشرية ويعيش الامبراطور الشيطاني شيطاني نحنظر الانتصار للشياطين يعيش المجد للشياطين عالم النظام اجتماع العالم النظام انا لم اتوقع ان اليون المستوى التاسع من ذرو الحياة سيكون اضعف من شياطين ونرى يعيسين الجميع ثم يقول اذا هل تتوقعون من الظرو انتظار شهر قبل فتح التاج السماوي انا اوافق على فتح التاج السماوي نحن اوافق على فتح التاج السماوي المناء من السوى الذرو الحياة من تحطين قفل القدر فتح التاج السماوي مهم لذلك الجميع رجاء استعدوا ونهم ينطلقون بطريقهم القفل المصير لماذا تستطيع الحياة المتدنية ان تخرج عن السيطرة دائما في الواقع العلوم التكولوجيا هم من يسيطرون على كل شيء نرى فندق ومنزل احد السيطرين نرى مجتمعين شين ليون ملك المسيطر على الملوك ليون مات على يد شياوتي ماذا تظن كوشين زين واحد من المسيطرين على عالم بوذا انا لست بخصم الشياوتيم شين ليو انا خاف انك ات الوحيد الذي استطيع قتله شين وان لي عالم الاسياد واحد من المسيطرين هذا صحيح لان انتم الوحيد الذي يمكن ان يقارن بشياوتيم من حيث القوة مئة الف عام ماذا تقللت قلت لك انت بيد الجنس الشيطاني ولكن انتم الثنين كنتما لطيفان ظهرتم الرحمة على نسل الشياطين ومثير للشفقة لان شياوتيم قد عاد اكثر قوة انتم الثنين اصبحتمها مثل الزلاحة في المنكمشة انا راهب عطوف ويصرخ عليه ايها الخير في العجوز في ذلك اليوم دمى شياطين ملات النهر وبقيت في النار للف السنين بعد كل هذا لا تجعل الحديث عن البوذا ويقول العطوف ولكن غاضب انا زيودون وانا سيون كل ام انتهوا على يدك ايها الراهب وتقول لكن هذا جيد انا ساذب شخصي ان قتل الشياطين ولكن مسألة الذهاب العالمي الاسياد الحقيقي ما علينا ان نتناقش بها مرة اخرى ونرى اجد صامتون ويقول النظر الادم رغبتك في قتل الشياطين تريد ان نقوم بهذا العمل القذر اذا سيحصل بشكل طبيعي على اكثر من حصتين دخول العالم الاسياد الحقيقي وانا نرى صامتون لكن يرد لي الراهب حسن كان لمر كذلك ساعتي كحصتي ويقول الثاني حسن ويضحك حسن انتفقني ويقول الراهب والاسف عالمي لسياد الحقيقي الذي لا يمكن الدخول اليه الى مرة واحدة يكل مئة الف عام خسارة حصة واحدة هذه المرة يا لغمنام المثير للشفقة شين ليو عندما اتعرض التوشياء التنغ لصابة اقتلكم وانا نرى الثاني نعم منذ مئة الف عام انتظرت بعد عشر الشياطين لكي يحصل على الفوض الضافية ولكن تحسن تلامذات كثيرة هذا المرة سيتم تقديم الفوض لك ويفكرها ميضات شين ليو امل ان تعان انت وشياطين كلكم والثالث ايضا هذا عن الوغدان هل تريدان قتلنا وشياطين انه نعمر موسف انما كما لم تتخيلها بدأي النوع من الادوات حصلت عليه في عالم السياد الحقيقي منذ مئة الف عام ونرى هم يحططون لبعضهم ينطلقون اختفوا ونرجع للقصر الشيطاني نرى بطلنا انتقلت سيد الامبراطور الشيطاني منذ عزيمة مسيطرة العرق البشري ليون استعاد العرق الشيطاني جميع الاراضة السابقة في ضربة واحدة ويقول النمر امبراطور الشيطاني يجب ان نستفيد من هذا النصر العظيم النطارج بشهر تدميرهم ويقول لهم ارغم من وفاة ليون فان الكائنة البشرية المسيطرة لا تزال حياة بالاضافة وهو يفكر يوجد جمالي سبعة قادة المسيطرين على التعامل مع ليون احتشت استخدام 15.000 طبقه من سوتر الامبراطور الشيطاني حتى لو عمل الستة الاخر وما فهم بالتكويد ليس خصوما لي ولكن لصعب بينهم هم البروتوس العليا يجب ان تستريحوا يا رفاق اولا ولا تتخذوا اي اجراء ضد البشر حاليا ولا دعا للتسبب في النزاعات غير ضرورية ويقولون حسنا وينطلقون في طريقهم ويفكر بطلا معلم منذ مئة عام مضت العرق البشري بورتوسات العليا تحدث تدمير العرق الشيطاني اليوم اكمل شياوتين خطولة لعادة حياة العرق الشيطاني ان البشر ليس خصوما لي ما بالنسبة للعرق الملك الاعلى لا اعرف ذلك بعد وما ذلك قبل مئة الف عام كانت بورتوسات اقوى من ليون لكنها لم تكن اقوى بكثير ايوه المعلم يبدو ان معلمتي قبلها كان خاطعا وانا راح ينظر سوتر الامبراطور الشيطاني يجب ان لا يكون هناك مئة طابق وحسب انظر الى يا دائم يمتلك سوتر الامبراطور شيطان الحالي القوة الحقيقية الامبراطورية الشيطانية القوة التي يجب ان احظى بها معلمي اخشى انك لم تتخيل ابدا ان بعيدا عن اشكال الحياة في هذا العالم هناك ايضا كائنات من العلوم والتكولوجيا طيش في هذا العالم هولا اشخاص من عنزنون والاربون بطريقة تعسفية بل هذا صحيح اخرج هيوه النظام ما يتخرج غير راضية بعدها عالم الملك الحقيقي لن يكون شيء ابتكرتك انات العالم العلوي والتكولوجيا خاصتك وتقول لا عالم الملك الحقيقي ان فقط عالم العلوي هنا هل تتحكمون ايضا بعالم الملك الحقيقي هناك بعض الكبار الذي يساعد الناس هناك ليصبحوا الاقوى لدي الفضول ما الهدف من العالم الوديهم التكولوجيا هل هو السيطرة على العالم لك قوتكم الحالية قوية جدا بالفلفة لماذا لا اعرف لا تعرفين ليس ذلك الا انجازتك التكولوجيا لا يملك قوة قتالية على الاطلاق وتقول وهي مصدومة الرغم من ان مساعد جسم التكولوجيا لدي القدرة على مساعدة جسم الحائل على ان يصبح قوة لكن لا يمتلك أي قوة قتالية في حال ذاته لذا فهنا تصمم مهام مختلفة تسمى مهام التعاكم في المضيف ومنها يخرى بينما يتعزز قوة جسم الحائل فانك تكتسب السيطرة الكاملة عليه الذي قد تهل هو صحيح وتقول لا اعرف ان مجرد مبتدأ لما تمكن من التواصل مع الكثير على ما يبدو انك لا تعرف شيء ولكن منذ ان امتلك عالم الاسياج الحقيقي اذا كائنات العلوم والتكولوجيا اذا عالم الملك الحقيقي سيذهب الى هناك انت ذهب العالم الملك الحقيقي لكن هناك ويقول هجريين قول اننا صناك قوية جدا ليس كذلك؟ بالنسبة لك فان عالمنا هو فقط عدن عالم في حين ان عالم الملك الحقيقي هو مستوى عالم عالمنا نعم ولكن لدي مخططات الخاصة واناها صامتة وانا انتقل الى البشر اربو الشياطين قادما وانا المخططة وانا الملك الشيطان شليو هذه مناطق الشيطانية اللي اساسي عاليسي كذلك انها حق جيدة يظهر خلفه الشخص في وقت قصير استعدى عشر الشيطان المنظمة راضية شليو تينو انت افضل ممبراطور الشيطان السابق نلقي نظرة جيدة قريبة لان تكون قادر عيرويتها شليو هل انت واذق جدا منك تستطيع قتله ويقول له بالتأكيد هل هذا صحيح فالتجرب ونعم يخرجون خارجا ليطلقوا طاقته شليو تينو انت تستطيع قتل ليون ليس كذلك ليس لانك قوي جدا بل لان كان ضعيفا ويقول له ليس انت مثله ويضحك حسن انرى ذاك انت استطيع هذا كلامك هذا عندما ابتلك ونعم يطلق طاقته شليو تينو هذا هو نطاق الامبراطور خاصتي ونعم يفعل نطاق المجال نطاق الامبراطور يستطيع حق عاجب قوة خصمة يقول له ليس سيئا وانا لا يتجمع لبطلنا خابت تموت ويضربه ضربة قوية وقاب الملوك يجمع ليهم مرة اخرى يضربه موجة جريد وهيضا تضرب بطلنا ويخرجها بخيرا ويقول لانا لا متبعد يقول لانا لا ماذا انها من الهجوم ليس كافيا قتلك ويطلق سلاسل انها سلاسل تنطلق حول بطلنا التقيد ويضربه مرة اخرى ويضرب مرة اخرى ويضرب مرة اخرى ويضرب مرة اخرى اخيرا انضرب بطلنا يصدر الارض كان هذا بعيد الاجومة عن ان يقتلك وانا ارى هذا يؤلم قوة طابق ثلاثين الف من سوتر الامبراطور شيطاني تبدو كطف الامامة انظر اليه هل هذا كله ما تملك؟ تقدم انه دورك يا ملك الشياطين حانيا احتقار كليس يقودك إلى موتك وانا لا يستعد لانطلق الاجوم الشيطان ويقول يا شيطان اه خسان ارا اذا عارين وانتسطى قيام بعد الشيطان اعتذر انجالك تنتظر وينطلق نهو وأنها ذقيلة ولكن تزيد قوتها كل لحظة لقد أصبح قبع عشر مرات على الأقل ونرى يضربه ضربة قوية قوة داخلية قد زادت أيضا ويقل المتأخر هل هذا كل ما يمكنك قيام بعمل كل ملوك ويضربه ضربة على يده يتصدى لها لكنه يطير لا يستطيع تصدى بشكل كامل ونرى هل قد جرح يقللت من شيئنا حقا فيها الحالة لا تلمن على ما سيحصل ويطلق السلاسل مرة أخرى لتتجه نحو بطلنا ملك الشياطين ويقول هذا كل شيء ليحطم السلاسل كلها ونرى ينطلق ملك الملوك خذلك ماتي ونرى ينطلق لي الضرب ملك الملوك خذلك حدث انفجارا ونرى ملك الملوك هو يتألم وخايف الله عشر السياد عشر السياد لقد انتهى الأمر ونرى يمسكه ويريتهر كيف يمكن أن يكون شيطان قوي جدا لا تغلق سارك شيئا مثيرا وأقوى ونرى يرميه البايدا ونرى يستعد لتنفيذ تعويذة قوية نرى بدات تكبر العين خلفه تعويذ الألف عين على ما اعتقده ونرى تزيد قوة شين ليو إذا لم تفرج عن قواتك الآن فستموت بحركتي التالية اللعنة لم يكن علي التقليل من شأن هذا الشرجل شين ليو تقبل غضب الشياطين وستعمل التعويذة ليطلقها نحوشي الملك من يوك وشي ليو وقف أمامها ولكن حذا حدث انفجار وأطلق قوة شي ليو لاتصدى للضربة وباستعمال رمحا وأطلق جسد البروتوس العليا إنه رمح التنين وأنا تصدى إلى طاقة بطالونا ليحدث انفجارا هائل وأنا مخرجون سالمين أعترف بأنك قوي حقا يمكنك إجبار على طارج جسد البروتوس وحتى جال يستخدم رمح التنين لو يا ملك الشياطين ولكن هذه النهاية هذه فقط البداية إنه رمح يطلق قوتها ملك الشياطين ويخرج سيف الرمح الشياطين ويقول هذا هو أقوى سلاح في قصر الإمبراطور الشيطاني السيف الإمبراطور الشيطان السماوي ونرى يقول ملك الملك الشياطين رمح السماء العظيم يمكن أن يدمر كل الشرور في العالم اليوم سعد أكثر من سيف الإمبراطور الشيطان عرض الضربة واحدة ويطلق نحو بطالونا ونرى يتجرب بطالونا وبطالونا واقف ليخير شي يطلق سيف ليتصدى لها ولكن لم يستطيع بعد يتجه نحوه ويقول لملك الملك الملك كما قلت سيفك الإمبراطور الشيطاني لا يمكن يقاف رمح العظيم من السماء على حال ويقول بطالونا ليس بالضرورة ليطلق قوات أمبراطورية الشيطان سوتر ثمانين ألف طابق ويتصدى لنرمح السماء هذا مستحيل يتفاجى ملك الملوك ولكن يرمى بعيدا يجب أن تكون قوة ثمانين ألف طابق من الشيطان براطور سوترا كافي قد انشيليو ولكن يتفاجى بتدخل أحد الأشخاص الراهب على ما اعتقد لا لم يتدخل شخصا بن لاما أنه يطلق قوتها الكاملة ويطلق سهم رمح كهج سهم نحو بطالنا ويقول يمكنك فعل أجبار على استخدام هذه الخطوة الشياطين أنت عظيم وانا ينطلق الرمح أنه ملك الشياطين إمبراطور الشيطاني سوترا تسعيني في طابق ويهجم أيضا على الرمح ليتصدى لها وحيث ينرى طاقة ملك الشياطين أقوى من الرمح ليحطم الأرض وخيرا انتهى وانظر إلى بطالنا ويقول الله لقد خسرت كيف يمكنك أن تكون قوية جدا يا ملك الشياطين يكرمه السماء العظيمة أن يقتلك وحتى قوس حمامات الشمس الذي حصدت عليه في عالم الأسياد الحقيقي لا يمكن أن يهزمك وانا بطالنا انطلق نحوه ليمسك كشي ليهو هل لا يزال لديك شي تقوله وهو يفكر بطالنا أن قوة هذا التيار لا تتخططه صوراتي وقوة 90 ألف طابق من أمبراطور الشيطان سوى ترعطاني امتصار وقال الله شاوتين لقد هزمت وقتلني وليحطم وهو أشلان وهو يقول لقد انتهى الأمر بعد ذلك أنه عالم الأسياد الحقيقي ونعود للقصر الشيطاني قبل أن نعود مصدوم النظام حيث ينظر للنظام واحد بالمئة أوه لورد الشيطاني ملكي ويقول لهم خلال الوقت الذي أكون فيه بعد تذكر عدم بدي حرب لا معنى لها ونرى سوف نتتبع تعاليم الملكي الشيطاني ما هو عالم الأسياد الحقيقي لماذا اللورد الشيطان السيادي خطيرا جدا؟ أتمنى اللورد الشيطاني أن يعود بأمان وسلام فوق البحر الأسود نرى بوابة وهناك الكاهين والصديقة شيون ليون مات ملكي الشياطين يقول للراهب حتى شيون ليون لم يكن خصمك شياو تينج بكل تاكيد أنت الأقوى ويقول للقذب أعطى ناسي هل تفكرت أنك ستفلت من ذلك أيها الرهب لو كنت أعلم أن شيء ستنتهى هكذا فلنفع ذلك شياو تينج سامحنا أرجوك يا ملكي الشياطين ويقول لهم متوا ليستعمل تعويذة وينطلق باتجاههم ليحرقهم الأرماد ونعنظر إلى بوابة عالم الأسياد الحقيقي وأن رئيس الله ينطلق يفتحها وأن لا تنطلق قوة كبيرة فتح البوابة أخيرا فتحه لكن يقول العالم الأسياد الحقيقي أنا قادم لكنه يحس بالتشويش الفضاء إن أنا كثر التشويش في الفضاء لماذا؟ ويقول لا نهتم السلام أرخى نذهب الآن العالم الأسياد الحقيقي أولاً وهو يدخل والنظام خلفه يقول التقدم في عادته العالم خمسة بالمئة في عالم الأسياد نرى هناك شيئاً يترقب ونرى هناك شيئاً يترقب ونرى هناك أقرباً يترقب بطلنا وينطلق رئيس الأقرب ليس قوياً جداً وبطلنا يهاجم ليقضى عليه دون انتباه إليه ولم يهتم ويقول في عالم الأسياد الحقيقي هذا ستكون هناك مخلوقات تشبه البشر والشياطين ويتنظر للنظام أعلم الأسياد الحقيقي من قياس سبح الغابات مستوى الخريطة مياه التوزيع البيولوجي العقرب الأحمر قوى القتال 18 ثعبان عظمي الطاقة القادمة 33 وجه الطفل قوى القتال 91 يمكن رؤية المعلومات الموجودة هنا فقط الكائنات الموجودة هنا لا تمثل التهديد لك وهي ضائفة وهو يفكر بطلناه لكنه ينطلق في السرعة النهائلة وانا وصلت خيراً يتوقف أمام البواب مدينة انظروا لي مدينة الأشباع مستوى المدينة 150 سنزاف بلوجي قوى القتالية غير معروفة ملك الشباح القوى القتالية 1200 الأشباح القوى القتالية 400 يبدو أن هذه مدينة أشباح لكن القوى القتالية الملك الشباح ليست قوية أنه لا يصل لبواب ونجده حراساً توقف هذه مدينة أشباح لا يسمح للغربة بالدخول ويفكر بطلاً لا يسمح للغربة بالدخول لحظة هذه مدينة أشباح ويقول علي الدخول قل هل تريد الدخول لمدينة أشباح بالقوى؟ إذا وقفتني سأقتلك وهو يضحك أنت غريب يجرى على تهديد بالقتل أنا الحارس الشباح ملك شياطين يطلق قوته حيث يتفاجأ لينحني أنت أنت ليست إنساناً هل أستطيع الذهاب الآن؟ ويقول أنت الشيطان بالطبع تستطيع أنه رأي تفضل من هنا ليدخل مدينة الشياط مدينة الأشباح نرأي المدينة جميلة لكن هناك أشباح في كل المكان قل لا مصمط لكن هناك ثور يتدخل لقد مضى وقت طويل كنت حيا حان وقت الأكل لينطلق إلى أجل كام بطلنا وبنقرة أصبع تم قتله وجميع خائفوا نهربوا مملكة الأسياد الحقيقي إنها مثيرة الاهتمام حقها مملكة الأموات قاعمة الأشباح نتقل للقاعمة الأشباح ويقول لدينا شخص قوي هنا ويقول له ملك ياشا دعنا أذب الاهتمام بامرة ويقول سأذب أنا شخصيا ويخرج رمحة ومثير الاهتمام لقد مضى وقت طويل منذ أخر مرة أكلت فيها طعاما شهي أنا قد ها ونعود المدينة ها هي بالفعل أرض لا أمواته وما أستطيع إجاد معلمي ويقول النظام أنت وتقول نعم وهي خائفة هل تستطيعين أحضار بعض معلمات عن معلمي؟ وتقول لا هذه ليست في أرض كل الموتة في الوقت حداني نصيخها وبعض الطريقة إنها أرض موتة أقل بمستوى من عالمك فهمت ملك الشياطن وهو يتمشى في مدينة الأشباح ليتفتح عمامة بوابة ليخرج منها الرمح ويخرج الملك ياشا هل هذا هو الغريب؟ وينظر شيطان؟ ليس سيئا من الموسف أن لحم الشيطان حامض ونرى يبتسم ليخرج لسانه لكنها لا يزال طعاما شهيا ونرى يفعل الطاقة يمسك برقبتها بوطرنا أوه وثير الاهتمام هي هي لكنها يتراجع عنه أوه هو متفاجئ يا شيطا هد الشيطان مختلف عن الشياطين الذين جاتوا هنا من قبل ونظر يخص الرمح بقوة لاتجه يطلق باتجه بطلنا لكن بطلنا لم يتحرك من مكانه ومصدوم ياشا كيف ذلك؟ كيف يمكن لأي شخص أن يصد هجوم سلاح في انغلو السهري ونرى هين تنطلق هذي تراجع وين تنطلق الطاقة منه يقول ما طلب ماذي القوة ان الطاقة هذه التي من السلاح التجهد قابل للروح هو يقبض عليها يتراجع عن كسرها يهده الطاقة هذا السلاح يستطيع توجيه الضرر مباشر للروح مثير الاهتمام يتراجع للخلف ياشا فهمت انتهيظة تملك سلاحا شبهيا ويقول لما يكشي طلب السلاحة الشبهية ليس يتم الوحيد القادر على إيقاف هجمات الروح هذا الرجل ليس سوى أهلا ليس سحب أولا وينطلق للدخول البواب أم ملك الشيطان يقول لعدوا لهنا وهو يمد يديه داخل البواب ومده ليمسكه يدعق انتخار فلان ملك الشباح ياشا وهو يعصر رقبته ليس حقه إلى الاشلا ويتفاجر ملك الشياطين بشيء أمامه يخرج طاقة ما هذا ويمسكه ونرى تحطمت لاشلا هذا هو ويقتي النظام تحديث النظام وهذا هو جزء من الشباح جزء من الشباح دعيني نتحقق من ما يجب أن يقدم كنز الشباح السري هذا ونرى يمشي بالمدينة وانظرون إليه خايفين ما عبد الشباح له ننتقل له ونرى مرة أخرى يقاموا لك الناس بهم يكنز الشباح السري سنوات عديدة هما يزالوا لهم يستسلموا ويقول له الملك وجري ما رأيك في هذا ايو اللوت الشخص الذي جاهذه المرة هو الشيطان على عكس المرة الماضية هذا الشخص قوي جدا وقد قتل الملك الشباح بسهولة الملك الشباح مساوي لك في القوة القتالية لكن هزم بسهولة هذا الشيطان أشعر بالخوف من أني حتى أنا لنكون خصمة وقل له لهذا هما صامتين ويقول يرد اليو لكننا شعب الأشباح لا يمكن أن ننتظر فقط ونموت بسلام ويرد علي يا اللورد ماذا يجب أن نفعل سألتق بالشياطين شخصيا ويقول له لا مستهل ماذا لو حدث لك مكروه لأن لا توجد طريق أخرى استعد الترهيب بالضيف إذا كان هذا الشيطان يريد حق قتلنا جميعا فيمكن فقط المقاومة بكل قوة نابياس وننتقل المدينة إلى بطلنا ويأتي الظو صديق الشيطان أدود القدوم إلى معبد الشابة خاصة من جزيارة وابتسم بطلنا ويقول حسنا ويقول يبدو أنهم يردون مني تتبع كرى الظو هذا ويتبع لين ستأخذني وانا يتوقف في غابة ضبابية حيث ينقشع الضباب إلى خرج منها سفينة ذا هيكل عليها هيكل عظمي يتقدم له بطلنا يرجى المركوب ويقفز ملك الشياطين تعاولت هذه السفينة لأسلاح سهري مثير الاهتمام وانا أخذه وينطلق بسرع قصوى معبد الشابة أحد بطلنا قد وصل أهلا يا شيطان دخول بطلنا مرحبا يمارد دموه جدا بكنز الشابة السر لحصول على هذا الشيء يمكنك المبارغة وقت الشعبي وتدمير سلامنا بطلنا مستغرب وقال الله يا شيطان انت قوة من أي شخص واجهته من قبل كنزنا السر غير مفيد بالنسبة لك هل يمكنك العفو على حياتنا أهوه ويقول للنظام يا رجل انظر إلى هذا لماذا أشعر أنهم يعملون كما لو كنت فيه شرين كربير ويقول لهم الملك الشيطان انتقلت النقطات شعبك من واضح أن شعبك من هاجمني أولا أيها الوقت أتعرف ما حدث للملك الشباح لقاقتها لكل من والده وزوجه واطفال شباح الملك على يد الغزاء تم تدمير الملك الشباح أيضا بسبب هذا أنت من قضيته على كل شعبنا الشباح كنت في انتظارك لا ستننتظار حتى أشرب دمك وتقشر بشارتك ويوقف الأرض لهم ويقول البطنة انتم تقيها الانظام يقول لي ما هو الجهيم هنا وتقول لا توجد معلومات متاحة الشيطان التقوي حتى أنا ربما ليست خاص بميك وانا يطقق الشرير السوداء حولهم وانا يقول ولكن نجد فعن مدينة الشباح يجب أن نقود الناس القطر حتى النهاية يا رفاق أعودي أولا ويقولوا لكن سموك اذهبوا ويصرخ عليهم أخبرني هما جاسمب بدك الشي قبل نصف مليون سنة يقول للولد في أحد الأيام مصدت مجموعة أشخاص غرباء غير مدعوين لمدينة الشباح هذه المجموعة طلقوا على هذه المدينة اسم عالم السيادة الحقيقي هنا قد ذبحوا جميع سكاننا وسرقوا كنوزنا سرية حتى بقوة مدينة الشباح حالة نمتلكها قتلنا بسهولة موظم الغزاء لو غاد ولكن عدد قليل منهم قد فروا هاربين وغادر معهم كنز الشباح السري بشكل غير متوقع من ذلك الوقت كلمة سنة يتعدد كبير من الناس للمدينة يستمروا في ذبحها لسكان مدينة الشباح حتى الآن قد مر نصف مليون عام على هذا لأنني قد حافظت على السلام فيها المدينة ولا أريد أن أسبب فيها النزاعات لكن المجموعة قد جلبت لنا كوارث لا نهاية لها أبدا بدأت بات من الصعب على سكان مدينة الشباح حتى كاثر هنا قد استغرق الأمر عشرات لايف من السنين على أقل حتى أولاد الطفل العالة واحدة حلقة المستمر جعل كل حياة الناصية للمدينة مر صعب للغاية ويقول البطر هناك خاطئ ما حول هذا الأمر هناك عباضة فيما تقول الآن رعاية منك الشباح كان شي مذهل بناء على فهمي الهولى الغربة ببسطة لأن تكون قدرة والقوة على ذبحك مطلقة ويرد عليه ذلك للمدينة الشباح بنت بقوة ملك الشباح وقوة كذلك ذلك لا يمكن أنها مغادرة مدينة الشباح على الإطلاق نغادر أن المدينة سوف تنهى بالفعل لذلك الأغرباء يستغلون هذا ويستمروا فيما هجمتنا وقتل سكانها لمدينة الشباح ويقول الملك الشيطان لهذا دعوتي التي هنا إن كنت تستطيع التكلم ستكون باما حينها على عكس ذلك ستكون حياتك كمباراة حياة وموت معي في هذا المعباد ليس كذلك صحيح هذا فقط في اللحظة التي رأيتك في عالم تنيلس بخصمك على الإطلاق وصرخ هذا النظام أنت يا صغير زعيم بدأت تقتنع أن أكثر من ذي قبل بأن هذا العالم لسيادة الحقيقة هو الشيء الذي قد صنعتها الكانات العلمية وتقول أنا حقا لا أعرف ويقول للورد أتعلم أن كانت كله جيبات تطلق عليهم أيضا بالنظام ويتفاجأ ما هذا يبدو من أنك لا تعرف ليست فضوليا قلحوا لما قد جاءت هذه المجموعة من الغربة فجاء لهنا وبانتظام هجومهم لا يزال يستمر من سنة يقول أن الفضول بشكل طبيعي ولكن بغض النظر عن كيف ستتحقق من ذلك ما زال لا استطيع حصول عليهم معلومات عن هذه اللحظة قل لا تقلق لماتي العالم لسيادة حقيقي القتل الجماعي ويقول شكرا لك تقدم الشياء تيكولوجيا من خلال وحوشة علمية بالتفكيف لما كمهم مخيفون نحن أمامهم كدما فقط تستطيع التلعب بنا بسهولة هذا الطريق السفلي هو المدينة إشباح أي قد يؤدي أخشى منها عالم مماثل لعالم لسياد لكنه أضعف ويقول لنا حقا آسف لما قتل أحد منكم عن قصد يقول لنا بس قطر حصل ما حصل قد بغضت جواب سئلتي واضحا لعن سغادر ويقول لنا وداعا وينطلق منك شياطين بطريقة لكن اللود يخرج وجه الآخر شياو تين هو يضحك بشكل شرير ويتفاجأ بأنك شياطين خلفه قل لنتم لما ما زلت هنا وقل لظنت أن يجب أن نتكلم مع الوقت طوال قليلا شياو تين قل لما يكذب عليك مطلقا ويهاجم بطريق لما قل لنك يتذب علي وتفاجأ لما عاد وانا يتصدل سيفا ويهتحطم سيفا لاشلا هذا قص ما يمكنك فعله وانا هي ضربة ضربة قوية لتسقط بعيدا من زفتمان ويحاول نسحقه لكن يقول شياو تين قل لما تفعل هذا بي لأنك لست فيغلو على الإطلاق التمنتك المجموعة العلمية أو التكولوجيا أو التكولوجيا وليس كذلك لا أعرف حق ما تقصد عن المجموعة التكولوجيا أعتقد أنك تعلم حق معاني ويهاجمها ولكن يتصدل إهمال الإسلحة التي تمتلكها ظهرها لي ولكن وفعل شيئا في الضربة البطلان ليحرق يديه يمثير الاهتمام ويحاول بطل الإيقاف للنيران لكنها لا تطفى ويقول لشياو تين لا أعلم حق إلا عن التكولوجيا ولكن هذا اللعب هو النار من قلب مدينة فيغلو إن لم تطفى في مدينة فيغلو فلن تطفى النار أبدأ حينها ستتمر ذلعك ونرى النيران حق بدأت تنطق نهوها بطل الشيطان تحرق يديه الشياطين قد ستموت تحت نيران الحياة ولكن بطلنا يمس قبضته وليه جماله بضربة قوية ونرى ملك الشياطين ينظر إلى النيران بيده يقول لنيران قوية بالفعل لكنها لا تذيني هذا يتفاجأ اللورد ويقول ملك الشياطين لقد نفذ صبري وينارى تجميع نيرانه ويخرج سيف الشياطين حيث ينظر الشياطين ويطلق القوته وأخيرا ينطرق بهجم قوية نهو اللورد ويتفاجأ يقول هذا السيء حيث يخرج أسلحاته للتصدي لهذه الطاقة الكبيرة وخيرا صدى ليهجم بهجوم مضاد نحو ملك الشياطين وهو أصل لأجل ضرب بطرنا ونرى أخرج سيفه فاتذر الآن سيف الأمبراطور الشيطاني قوتك لنرى يتم تدفق الطاقة نحو الأرض ونرى طاقة الجمع حوله لتحدث انفجار كبير ويعسون من في الخارج هذا سيء ويركضون إلى القصر إلى المعبد ونرى اللورد وملك الشياطين ليخرج بينهم النظام حسناً إذن ونرى ينظر النظام إليه وهو ينظر إلى نظام زعيمنا حق لماكن أعلم ونهما هو الغرض من العالم السياد الذي قمتم بصنعه أخبريني ولكن لنت أتكلم ها وتطلق تقنية حيث التقنية بدأت تنوم اللورد خيرا نستيقظ اللورد وحيث بدأت الاندماج مع اللورد الميكا جاهز ميكا اي مهم أنا أقرب أنك قوي ولكن لا تعتقد أنه يمكنك التجاوز على جسدنا التيكولوجي ونرى تقيد ملك الشياطين ويقول الله يمكن التحرق جسدي بادلان وتقول الله أما أنك قد وصلت إلى المستوى التاسع من ذلك الحياة وأنك بالفلب من المستوى العاشر لكن أمامنا أنت مجرد نملة ضعيف جدا وهي تضربه ضربات تلاذية ذليل وغد وأن حياة شخص وضعه ستختفي لكن يوقفها هل انتهيت وتتفاجئ ويقول الله لا ألم ما الذي تعنيه بالمستوى العاشر من هي الحياة لكن أعلم أنك ليست خصمي ليحطمها لتخرج النظام من جسدي ويمسكها ليصر بها ويقول لها سيسارك مجددا ما الذي تخططون إليه ويقول أنت لا يمكنك الفوز نحن التاج المقدس قد فتح ويسحقها ما هو التاج المقدس يقول للنظام ولكن النظام مواصل خمسين بالمئة هذا الشخص ينظر للورد لا يمكنك أن لهم الموت بعد فتستيقظ وهو يشفي يثير دون حراس أيو الشيطان فتطلق سراح سيد المعبد ويقول لهم لا تتحركون وهم مستغربين يستيقظ اللور اتبعهم أيو الشيطان لقد انقذت حياتي يقول لنا لما انقذك اتعلى قيد الهيال إنك مفيد بالنسبة لي برن ما هو النظام الذي في جسدك ونرى ننطلق إلى قصر الملك الشياطين مبرطة الشيطاني قد غادر منذ عام لماذا ظهر العديد من الأشخاص القوية والغامضين فجأة من مملكة عرق البشر في هذا الموقت ما الذي حدث في عرق البشر لتطور لهذا الحد لقد كان الأمر أسرى بكثير ما ما تصورنا هنا هو دماغ لا يهم يجب أن نحظ على مكان العرق الشيطاني وننتظر على الامبراطور الشيطاني ونرى الدماغ في كل مكان تتناثر في مواقع الشياطين حيث أن الأشخاص يتحرقون وقلهم هذه الأرض ضائفة جدا البشر يقضون على الشياطين أنت مخطأ هنا يمكنك أن تراكم نقاط مساء بسهولة عندما نعود إلى الضائفة سنكون قادرين على استبدالها بكمية كبيرة من الكنوز الطبيعي اقتلوهم ويقضون على الشياطين العالم النظام نرى مجتمعين ويبتسم تاج المقدس قد فتح النصفة ونعودنا كالشياطين وهذا ما حدث يشرح له هذا مضحك ما زلت أعتقد أنني صعب القرار ولكن بالنها أتبين أنني مجرد 13 رنجل مجموعة العلوم متكالوجي هذه كما قلت مدينة فغلو مجرد نسخة عالية المستوى من أرضك طبا نرى مغاضبون أيضا الشباح لكن حتى عرفنا الحقيقة ما الذي يمكننا فعلها كيف يمكننا المقاومة حتى وقل لا تقل من قيمة نفسك على رغم أن مجموع العلوم متكالوجي هذه لديها العديد من القدرات والمهارات لكنها ليست ضارة على الأقل طبيعتهم لا تمتلك قوة قتالية إذا تمكنها من اقتراب من أشخاص الذين يقفون خلف هذا النظام سنكون قادرين على ساقهم إلى قطع أشياء تنغ إذا كان هناك شيء نستطيع فعله أنا ومدينة فيغزو سنبذي القصارة جيدة لمساعدتك ويعطيه كنز أشياء تنغ هنا سجاجة جميع كنوز مدينة فيغلو سيعطيها لك ويأخذ بطننا ويقول لها حسنا حسنا أنحانا وقت عودتي إلى رنو أبقى متيقظا في هذا الوقت يقول للورد شي أوتين أتمنى لك النجاح ونرى أن ينطلق ونرى اللورد يتنهد نعود إلى البوابة نرى أن يخرج البوابة بطلنا ويقول ماذا حدث ويأخذ بإحساسي ماذا تنفس قصر إمبراطور الشيطان وضعي جدا مع أنه يوجد عدد من قوية هناك ويقول لها أشياء الغير النظام أظهر هذه المعلومات قصر إمبراطور الشيطاني ويتفحص مستوى 999 تعداد سكان ميتين ألف الحالة مهدد بالخطر ويقول ماذا حدث لم يكن مستوى قصر إمبراطور الشيطاني 9999 أيضا ما الذي يعني مهدد بالخطر ويتقول النظام بالحقيقة ويقولها بطلنا السلامر لينطلقون سعود ورى ماذا يحدث بنفسي قول النظام تقدم العالم 75% ونرىهم البشارة مام قصر الشياطين على هذا قصر إمبراطور الشيطاني يبدو أن نقاض مساهم هذه المرة تنتمي لطافا لها بالأحمر وتفاجئ ننظروا إمبراطور قادم ونأتي ماذا حدث لماذا هناك كثير من عقل البشر من الثلاثيات هنا هل هذا من فعل مجموع النظام مرة أخرى ويهبط إمبراطور الشيطان قد عدت ونرى تقفهم ليشفيهم وقال ماذا حدث ويقولوا ما اعتذر عدم كفاتي إمبراطور الشيطاني هذا النمر رسود غير كفو وقال لهم ليس وقت طالب السماح أخبرني ما لذا حدث انتهوا إمبراطور الشيطان هنا يأتي خلف البشري وهي أتي الأصلة فالتحذر يبدو أن هذا مبضوع الشيطان يملك نوع ما من تقنية الشفاء تقنية الأجمال إذا يجب أن أخاف منها من أجمال جمال النسخة قد قد عملنا بجداد أيام ويقول بطل النسخة هذا ما حدث إذا ونرى مخايفون مجموعة وكتلك الجلعينة تيك حولت هذا المكان لنسخة من خريطة محلية كما حدث بخريطة مدينة في غلو ونرأت قطاقة لي خرج السيف الشيطان سيف الأمبراطور وينظرون إليه جميع ويفرحون هذا هو سيف الأمبراطور من المستوى 100 أعدت للطافة كافي بالنسبة لي الترديل بفنوق تالية من المستوى العالي وتكون النهاية أتمنى أن أعجبكم المقطع تضعنا إلى لايك واشتراك بالقناة وشكرا جزيلا لكم